السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مروا من مطبخ مروا. اليوم سنقوم بعمل غدا لذيذ. ان شاء الله يكون خفيف وسهل جدا. غدا عادي خالص ما فيهوش اي حاجة. زي اي بيت مصري بسيط بيعمل غدا زي دوت. طبعا عملين رؤياء ولحمة محمرة وملوخية ورز بشعرية وبسلة. وفرخ ما شوية وبتنجن ما خلل بقى احلى حاجة في الاكلة دي صراحة. تعالوا نشوف الغدا البسيط دوت ويومنا ابتدى ازاي وعملنا ايه؟ جلبينة. بس قبل ما ننخل الفيديو ما تنسيش تعمل ليه لايك. اول حاجة هنا انا تبلت الفرخة قبلها بيوم. اه حط ايه بقى؟ ما عندي كيش كبة عشان تتبل ليه الفرخة؟ اعمليها في الخلاط زي ما انا هعمل كده. بصلايا كده. واقطحة وطماطموية وكمفاص طوم. واقضرابهم كده دربة حلوة في الخلاط. واقط طبعا تدبيل اي فرخة شوية. طماطم وبصل. اه وطوم ولمون وزبادي علبة زبادي. وزيت وخل وملح وفلفل اصمر وطوم وبصل بودر بابريكا كاري كوركم. اه كصبرة ناشفة. زعتر روزميري. التوابل اللي بتحبيها حطيها للفريق. وطبعا رشة جنزبيل. وحط كل الكلام اللي انا قلتو دوت في الخلاط زي ما انتم شايفين. عشان ما فيش كبة. وهفرمهم مع بعض كويس جدا. بعدين هبتجي تابل بيهم الفرخة بتاعتي. الفرخة بتاعتي بقى عامل لها فتحات كده. لشان الخلطة او التدبيل اللي احنا عملناها دي تخش جوه انسيجة الفريق. طبعا فيه كمان معلقة صغيرة بهارات فريق ومعلقة صغيرة سكر او عسل نحل اللي تفضليه. وانسيت اقول لكم عليها يعني من ضمن التدبيلة اللي احنا حطناها في الخلط. يعني من ضمن البهارات والحاجات اللي احنا عملناها معلقة سكر ومعلقة بهارات فريق. زي ما انتم شايفين كده بفتح الفرخة بتاعتي عشان التدبيلة تتغلغل بقى وتدخل كده في كل حتة في الفرخة وتبقى متدبيلة وطعمها حلو جدا. هفتحهم كلهم كده بنفس الطريق. طبعا الفرخة بتاعتنا غزلنا كويس جدا ونقعيناها في مخلة وملح ولمون وديق ورشة جنزبيل ومصفينة وبعد كده عملناها لفتحت زي ما انتم شفته والتدبيلة. وهنبتج انتبلى. طبعا ممكن بسكينة سنورفيع كده للمناطق اللي ما نفعش شرحها بالسكينة نعمل لها نغازات فيها يعني عشان التدبيلة تخش في كل حتة. هتبقاش حتة كده في الفرخة مفعش تدبيلة عشان تبقى طعمها حلو جدا. بعد كده خلاص فتحنا الفرخة من كل النويحية هتجي هحط عليها التدبيلة بتاعتي. وتحت الجلد بقى وفوق الجلد وهنبتج انتبل الفرخة حلو جدا جدا. عايزين التدبيلة كده تتغلغ الجوة الفرخة. عشان لما نيجي ناكلها هنلاقي طعمها كده زي ما بيقولوا متحدق وحلوة. وشربة من التدبيلة التحفة. خلاص كده بعد اما تدبيلت الفرخة تمام خالص. هحطها بقى اغطيها واسبها في التلاج. انا كده تدبيلتها بالليل. عشان الصبح هبتيجي اعمل ايه الغداء بتاعنا. هنا بقى هبتيجي يحضر الغداء عندي حلة فاضية على النار من غير اي مادة دونية. هدي اللحمة فيها صدمة كده او تشويحة. علشان تدينا يعني ايه اللحمة تحتفز بالعصارة بتاعتها زي ما قلنا كل مرة. وتبلى حتة اللحمة معانا طرية كده وطعماحل. عديها تشويحة كده في الحلة من غير اي مادة دونية هي من الدهن اللي فيها. اتبتدي ايه تتحمر معي. زي ما انتوا شايفين كده. طبعا سلقنا اللحمة كتير جدا مع بعض وطريقتها سهلة وبسيطة. دي الطريقة اللي احنا متعودين مع بعض يعني منسلق اللحمة بيها. زي ما انتوا شايفين كده اولا ما لقيتها خلوة شربت المية بتاعتها حط تطلقها حبان ورق لوري جزرايا بصلايا طمط مايا. عند الكرفس ماشي. وانت بوافلفل اصمر حاصة. عند الكبس صيني حاصة. زي ما انتوا حبا. وان اولا ما التوابل كده رحيتها تطلع. ازودها مية مغلية. واغطيها واسيبها على نار علي اولا ما تقلي غلوتين. اروح جاية مهديالها النار واسيبها تستوي بقى على اقل من مهلع. هنا عندي حلة تانية فاضية على النار. حطيت فيها قدع قطعة سمنة. وعندي هنا نص فرخة. هبتدي ادلع صدمة زي ما عملنا مع اللحمة بالضبط. واسلقها زي ما بنسلق الفراخ في العادي بالضبط. لان في ناس مش عايزة فراخ مشوية. فاعمل لهم الفراخ مسلوقة زي ما انتم شايفين. هاصلق فراخ عايزي جدي اختلاف الوحيد بنسلق الفراخ واللحمة اني بنحط في الفراخ واحنا ولسه بنسلقها ملح اللحمة ما بنحطش لان اللحمة الملح فيها بيأخر عملية التسوية. خلاص كده كانت الفراخ استلقت معي هركنا على جنب بقى. وهنبتجي نجاهز بقية الاكل بتاعنا. هنا اللحمة بتاعتي خلاص كده استاوت تقريبا. هحط لها بقى الملح هنا وهسيبها تكمل بقية التسوية. وهنا عندي حلة جبت بقى تسبيكة من اللي كنا نسبكنا قبل كده. طبعا بسبك بالزيادة بحط في الفليزر بتنفع في اوقات زي كده. طلعت كيس تسبيكة وهزوده شربة من بتاعة اللحمة علشان يفك. وبعد اما يفك بقى هنشوف هنعمل مع بعض الخضور ازاي. قبل بقى اما التسبيكة بتاعتي تفك. هاولعت الفرن يسخن. وهحط على درجة حرارة متين عشان هاشوي الفراخ بتاعتي عندي صنية فضية ما فيهاش اي حي. لان الفراخ فيها زيت وفيها كل حاجة. هرس فيها الفراخ بتاعتي كده. وهدخلها الفرن اللي الفرن سخنة قبلها بربع ساعة على درجة حرارة متين وبعد عشر دايق بالزبط من تدخلي الفراخ. من غير ان ما افتح عليها ولا اي حاجة. هبتجي هدلها النار لدرجة حرارة مية وسبعين. وهسيبها تستوي على مهلها. بحطها على الشبكة اللي في النص. بولع الارضية بس ما بولعش الشوية. وبسيبها على اقل من مهلها بقى بتستوي بتاخد ساعة الا ربع بتاخد من ساعة يعني من ساعة لربع لساعة. بس عشال الفرخة حجمها كبير شوية اخدت معي ساعة. وبعد ما تستوي هوريها لكم. انا بقى اعمل ملوخية عادي جدا. ارتفت الملوخية وغسلتها كويس جدا مرة واثنين وتلاتة. وصيبتها تتصفى شوية في نصفة. وبعد كده جبت قميشة نضيفة او اي حاجة بتستخدميها تكون نضيفة يعني. اه وحطت فيها الملوخية زي ما انتم شايفين كده. وهوري لكم طريقة تحفة جدا لتنشيفة الملوخية. اللي عنده غسالة نصف اوتوماتيك. اوري له ينشف ازاي الملوخية في الغسالة النصف اوتوماتيك. ما تاخدش مننا وقت خالص وسريعة لو عاملك الميات عشان تفرزيها. مش هتاخد منك وقت خالص زي ما انتم شايفين كده لفتها بقى في الملية. او ممكن كيس مخدة كده مستعملية بس للمطبخ ما تكونش بستعمليه. وتحطيه وتربوتيه. وهنوريكم بقى هنعملها ازاي في النشيفة. ده لما نفردها بقى ونسيبها تنشف في الهواء. هذه الغسالة بتاعتي دخلت فيها الملوخية كده زي ما انتم شايفين. ما اغطي عليها طبعا حوض الغسالة بنكون غسلينه كويس جدا. حوض التنشيف. وهقفل عليها بقى وهسيبها اي تتعصر كاني بعصر غسيلة على فكرة. هلف الطيمر وهسيبه. وبرضو بنشفها في الغسالة الاوتوماتيك الكامل زي ما بنشفها كده لما روح اندي البيت هاقب اوري لكم ازاي تنشفوها. بصوا خلاصة سيبها تنشف بقى وهنا عندي التسبيكة فكت خلاصة زودها كمان حبة شربة. وبعد كده هحط جواها الخضار. ماما ما بتقولش خضار نهائي. ما بتقولش حاجة مسبكة. ماما بتفرزوا الخضار كل مرة علشاني انا. عشان انا اللي بيجي واقعد عندها وكده. فبتفرزوا علشان طبعا الولاد بيحبوا الخضار وكده. فبيجي لقيها ربنا يخليها يا رب وطول في عمرها وتفضل دايما كده يعني نيجي في خيرها. آآ بيجي لقيها مفرزوا للخضار ومحضروا وكل حاجة. وعلى طول آآ بطبخ على طول يعني ايه منه. لان طبعا ما فيش المواسم بتاعة الخضار اللي هي بتبقى موجودة وانا يعني ما بنزلش كتير. فاختي بتجيب لها وهي بتفرز او اختي كمان بتساعدها فهم اللي اتنين يعني ربنا يخليهم يربوا ونيجي دايما على حسلوس كده حط بقى البسلة بعد اما التسبيكة غلت وهسيبها ايه بقى تفك كده بسلة بالجزر وبعد اما فكت وغلت غلوتين عشان بسلة طبعا متفرزة مش تاخد وقت في التسوية حطت لها بطاة صوية كده اطعم وكعبات وحطتها ورشة فلفل اصمر وهسيبها بقى ايه تستوي على نار هادية بعد اما بتغلي غلوتين بهديلها النار واسيبها لان آآ واللي دي بيحبوا فيها بطاطس ادي الملوخية بعد اما نشفنيها في الغس ولا تفكت من القماشة ولا اي حاجة زي ما هي طبعا الملوخية دي كتير جدا هناخد منها جزء بس هتبخه وماما اللي هتخرطه الجزء التاني آآ هفرزه ووريكم منفرز الملوخية ازي عملناها قبل كده على القناة ووريكم دلوقتي كمان منفرزها ازي آآ سهلة جدا وطريقتها جميلة جدا وبتدينا ملوخية تحفة زي ما انتم شايفين كده خدت جزء من الملوخية ماما بقى ايه هتقوم بالواجب وهتخرطه لي هنا بقى عندي كيس بلاستيك كيس التلاجة العادية جدا هحط فيها الملوخية اللي بقت عندي واخرج منه لهوا خالص واربطه هدخله الفليزر ودي كده دي بتفريز الملوخية بعد اما بنحتاجه يعني بطلعه هو متفرز زي ما هو بخرطه واطبخه زي ما هو ما ينفعش ابدا يفكه بعد انت خرطي مش هيتخرط لازم هو زي ما هو متفرز كده آآ اخرط اهو هدخله الفليزر وخلاص كده هنا بقى هعمل مع بعض سنية الرؤيق عندي سنية عندي رؤيق وعندي شربة سنية فاضية وعندي سمنة طبعا هنا حطيت جوه الشربة معلقة سمنة بلدي حلوة كده وهزبط ملح الشربة شربة اللحمة عايز اقول لكم ان الرؤيق بتاع اسكندرية ده بجد واحش جدا 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 يعني تحس ان انت بتاكلي جلد مش بتاكلي رؤيق الرؤيق الايلي ده واحش جدا مفيش احلى من الرؤيق اللي احنا بنعمله في البيت المدور التحفة دوت انا خبسته معاكم قبل كده على القناة على البطجاز من فوق بس هنا طبعا اشتريته من عند ماما هنا من اسكندرية كلهم بيبيعو كده اللي هو المستثيل دوت اللي هو القالي وحش جدا جدا بجد بجد سيء يعني اي ست بيت تعمله في البيت احلى بكتير انا لو اعرف ان طعمه كده واقبة كده ما كنتش عملته نفس الطريقة دي بالزبط بعمل بيها الرؤيق بتاعنا العادي وبيطلع جميل وتحفة دوت تحس ان الرؤيق كده جلدة مش رؤيق يعني مش تحسش ان انت بتاكلي حاجة بتقطم كده لأ مش حلو خالص خالص نفس الطريقة دي يا حبيبي عملت بيها الرؤيق المدور بتاعنا معاكم قبل كده اللي انا عملته معاكم عقونا واللي انا برضو شريامن عندنا القاهرة عندنا بنبيع الرؤيق اللي هو زي اللي بيعملوا الفلاحين الحلو ده لكن هنا في الاسكندرية كل الرؤيق بتاعنا كده مو ما كانت بتغبزولنا زمان بس طبعا دلوقتي السن وكده فما بتقدرش زي ما انتو شايفين اهو الرؤيق هبتجي قده سئي شربا زي ما انتو شايفين وهو احط على الطبب ammunition ثمنة كل طبعا رؤيق هدينها ثمنة زي ما انتو شايفين كده هانت لأرضية الصينية ثمنة وهو حبتجي قبل اللي الرؤيق بتاع بكل طبقة من طبقات الرؤيق برضو هدينها ثمنة او زي ما انتو شايفين كده طبعا الرؤاء مش حلو خالص بجد والله يعني حتى كان طعمه مش حلو والولاد كله كل حاجة بس بجد طعمه مش حلو ازي ابدا من الرؤاء اللي بنجيبه آآ يعني اللي انا بعمله في البيت او اللي بنشتري من عندنا من القاهرة ايه اللي هو الحلو ده المدور ده بتاع الفلاحين بص الرؤاء ده مش حلو خالص بس هي هي اللي بيعمل الرؤاء العادي بتاعنا المدور يعملوا بنفس الطريقة دي هي هي وبيطلع طحفة معينة يعني هي هي نفس الطريقة اللي مش الرؤاء مش طلع وحش من الطريقة طلع وحش لان الرؤاء نفسه مش حلو تقريبا حطي له نيشا مش عارف يعني هو مش حلو خالص انا افتجي بقى احط كده كل طبقة باللهة واحط بقى دهنا عسامنا من كل طبقة وطبقة لغاية لما وصل لنص الرؤاء بتاعي وبعد كده احط اللحمة واحط بقية طبقات الرؤاء وكل طبقة برضو احط قد دهنا عسامنا الغاية لما نوصل اخر وش فو نكمل بقى كل الطبقات كده زي ما انتو شايفين عابل لكل واحدة واحطها واديها دهنا بنستغنى وهكذا لما نخلص كل الطبقات ونيجي عند الطبقة اللي عنحط عليها اللحمة مبندهنياش خالص يعني طبقة اله الرؤياء اللي بنحط له اللحمة مبندهنياش اللي طبعا اللحمة فيها دهون وكده فممندهناش الطبقة دي زي ما انتو شايفين كده فرط اللحمة كويس جدا كده اه يعني عملتها كويس في الصينية. وبعد كده ابتدي ارص بقية طبقة الرؤاء زي ما عملنا بالزبط. بقيت الطبقة طبقة كده. وابتدي برضو اهنا سامنة لغاية ما نوصل لاخر طبقة. او زي ما احنا شايفين كده. اخلص بقى كل الطبقات كده. وهسيب الصينية ترتاح مش اقل من نص ساع. علشان زي ما اقول كده كده التتخ والرؤاء بتاعها يترويق بقى حلو. هولا نعمل مع بعض الرض والملوخي. امي الا ارتاح يعمل الملوخية امي. د Lob我跟你 قولها امي اودها صورتها من فقط لا تحرك ام کو محاها تحرك uno لا اراد لا تحرك ايضه ابتcks Kerim انا كده 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 كت Bjanienk تجملش دعوة. بس انا كنت بصورها قصد انا كنت جايبها الكاميرا على الحلتين. الحل اللي انا بعمل فيها الرز والحلة بتاعتها. انا بعمل الرز بالشعرية. حطيت طبعا سمنة زي ما انتم شايفين واحمر الشعرية. وهي حطت سمنة وهتحمر التومة علشان تعمل الملوخية. لايك بقى كبير قوي 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 قوي. عايزة لايك كتير في الفيديو دوت لملوخية امي. وقصوا خلص حمارة التومة. يا دوبة خلتها صفرت كده وحطت لها الشربة الشربة دي بتاعت الفراخ اللي احنا سلقنيها. ودي الرز بعد اما الشعرية تحمرت كده واخدت لون حيل وحطت عليها الرز اللي احنا غسلينه. وهحط الملح وهقلبه كويس جدا. اخلي الرز يتغلب في كل المادة الدهنية بتاعته. وبعد كده ايه? ازوده مية عادي جدا من الحنفية. لكل كباية رز كباية مية. الا ازا كان الرز بتاعك بياخد مية ازياد. او زي ما انتم شايفين كده. اغطي بقى وهسيبه لما يغلي والملوخية بتاعت امي غلي تأهيت. امي تيجي تحط ايه? الملوخية بتاعتها. هي اللي مخرطة الملوخية على فكرة. فانا خلاص خلاصت الرز اول لما الرز يتشرب هديله النار وحط له الشياطة وخلاص. هنا امي خلاص كده بتدق الملح بتاع الشربة يعني مزبوط ولا عايز ملح. وخلاص حطت الملوخية وتقلبها. وهنا انا خلاص الرز يتشرب قلبته وحط له الشياطة وهحطه وهديله النار وهسيبه ويستوي على النار هدي. وهنا الملوخية بتاعت امي خلاص امي اخليها تغلي كده يعني ايه تقلب قلبتين اتنين مش اكتر. وخلاص كده. بص الملوخية توحفها ازاي وكلونها خطير. احلى حاجة انا صورتها من غير اما تعرفها. لفكرة امي بتعرف تعمل اكلات حلوة جدا مش بتردى. مش بتردى وبردو السن ويا تعبينه وكده. ادعو لها بقى رب ناديها الصحة ويشفيها. وحط لها لايك علشان الملوخية بتاعتها. ادعت الرؤاة بتاعنا بعد اما سبت بقى عبالة ما عملت الرز وكده سبت لغاية لما ايه بقى الرؤاة هي تشرب كده من المادة الدونية ومن الشرب اللي حطرنا. لبص الرؤاة انا بقطعوه. تحسون جلت. بصوا عامل ازاي? الرؤاة مش حلوة خالص خالص. الطريقة هي هي جميلة جدا بعمل بها الرؤاة بتاعنا الحلوة المدور الجميل ده جميلة. لكن الرؤاة ده بجد الرؤاة نفسه بصوا بها طلعي زي الرؤاة مش حلوة خالص خالص. بس العيل كلوه ورد يعني عايز يعني. هنا بقى عندي معلقة كريمة كده حلوة. دهنت بيها وش الرؤاة بتاعي. كريمة بقى الاشطلة من على وش اللبن. عيش حياتك مش عايزة تحط له اي حاجة هو كده كده مدهون مادة دونية من فوق. برضه ابا تميم. سخنت الفرن على درجة حرار متين وحطيته على الارضية. خمس دقيق وطلعته على آآ الشبكة من فوق. اخد لون من غير ما افتح له الشوية. ده كان غدانا النهاردة. حمرت اللحم عايزة كده في حتة سمنة بلدي ورشط لها ملح وفلفل وخلاص. وده كان غدانا النهاردة يا رب بيكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو تنسوش تعملولي لايك وشيرو سبسكرايب للقناة على اليوتيوب. واتفعلو زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ملوخية ام معي.